في محاولة لإهام الشارع بإنجاز حكومي ولو كان غير فاعل المصارف الحكومية في العراق تطلق خدمة الحجز الإلكتروني لبيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي 1320 دينارا مصرفا الرشيد والرافدين الحكوميين حددا آلية خاصة للحصول على الدولار بواسطة الحجز الإلكتروني المسبق وتبلغ حصة كل مسافر 3000 دولار حيث يتوجه الزبون بعد الانتهاء من ملء الاستمارة إلى أحد فروع المصرفين المحددة لهما ببغداد كمرحلة أولى لإداع المبلغ النقدي بالدينار العراقي الذي تم تأشيره عبر استمارة الحجز الإلكتروني وتسليمه بطاقة ماستر كارد معبأة بقيمة 3000 دولار تصرف يوم سفره من منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي حصرا هذه الآلية الجديدة جاءت بطريقة منمقة لكن ما خفي كان أعظم حيث كشف مصدر مصرفي مسؤول أن رابط الحجز الإلكتروني لا يعمل إلا نحو ساعتين صباحا مع بداية الدوام الرسمي لمصرفي الرشيد والرافدين لكثرة الحجز المسبق عليه ولا يحضى به إلا بعض الأشخاص نظرا لكثرة الطلبات من الراغبين بالسفر ولم يستبعد المصدر حصول محسوبية ومنسوبية في بعض الحالات وتجاوز آلية الحجز الإلكتروني ومنح الدولار مباشرة من منفذ المطار بالطريقة التقليدية لأصدقاء ومقربين لمسؤولين أو موظفين في المصارف الحكومية لكنها تبقى محدودة نسبيا مسافرون أكدوا أنهم تعرضوا لمواقف أشبه بالخديعة عندما أودعوا أموالهم بالدينار العراقي وذهبوا إلى المطار لاستلام معادلها بالدولار لكنهم لم يستطيعوا الحصول على أموالهم خبراء اقتصاديون يقولون أن هذه الإجراءات لم تعد كافية للسيطرة على ارتفاع سعر العملة لأن حصص الشركات الصيرفة قد تم تقليصها وجعلها بيد جهات محسوبة على جهات سياسية نافذة لتدور حلقة الاقتصاد في فلك المنظومة الحاكمة وأتباعها بعيدا عن متطلبات الشعب العراقي